اشتركوا في القناة قراءة سور الإخلاص والمعوذتين خلف كل صلاة مكتوبة وقراءتها ثلاث مرات في أول النهار بعد صلاة الفجر وفي أول الليل بعد صلاة المغرب قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل من قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة الاكثار من قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الليل والنهار وعند نزول أي منزل في البناء أو الصحراء أو الجو أو البحر قوله ثلاث مرات في أول النهار وأول الليل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر وغيره وذلك لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لما دلت عليه وهي أيضا من أعظم الأسباب لدفع السحر بعد وقوعه مع الاكثار من الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه أن يكشف الضرر ويزيل البأس والله أعلم ترجمة نانسي قنقر